وبهذه المناسبة قدمت سيدة الأولى للبلاد هند دي بي اتنو كلمة أشارت فيها إلى التحديات التي تواجه المرأة الشادية وضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة الشادية في كافة المشالات جزء من كلمة سيدة الأولى ترجمت إشراق عبدالله بمناسبة هذا اليوم العالم الخاص بالمرأة ودوانا أشكركم وهناكم بهذا الحضور الجماهير الكبير هنا بميدان الأمة للمشاركة في هذه المناسبة النسوية الكبيرة إن التأحد الذي قطعناه مع حكومتنا النبيلة من أجل مساعدة المرأة الشادية في حل حل جميع المشكلات التي تعاني منها المرأة إن دل فإنما يدل على أزمنا واحتمامنا الكبير فيما يتعلق بمختلف القضايا المتعلقة بالمرأة التي هي أساسا للتنمية والتقدم التي تسعى إلي حكومتنا بقيادة رئيس الجمهورية يدريج دي بي اتنو نظرا للدمقراطية والحورية التي تتمتع بها بلادنا فإن المرأة أصبحت عنصرا أساسيا في المشاريع التنموية والإنتاجية لبلادنا ونأمل من ذلك مكافحة الزواج المبكر الذي هو بمثابة العايق الذي يقف أمامه تقدم وتنمية المرأة إن المشكلة المطروحة حاليا على الساحة وقضايا المرأة هو مشكلة تمكين المرأة وإن ذلك لماكن سلبيا في بلادنا نظرا لأن المرأة لها مشاركات فاعلة في جميع المجالات التنموية وطالما أن التنمية بحاجة إلى مشاركة الجميع فإن المرأة أيضا تعد أساسيا في ذلك إن اختيار منظمة الأمم المتحدة موضوع تمكين المرأة في هذا العام لم يكن عبثا وإنما نتيجة لحاجة للمشاريع التنموية ومشاركة فاعلة للمرأة من هذا المنبر من أنتهز هذه الفرصة لأثم من جهود الكبير المبزولة من قبل المجموعة الخمسة في الساحل جيسينغ على المشاريع الخاصة بالمرأة التي اعتمدتها مؤخرا وأطلب من جميع النسوة الاستفادة قدر الإمكان من تلك المشاريع ونظرا للإحصائيات الأخيرة فيما يخص فعالية المرأة في جميع المشاريع التنموية فإن الإحصائيات أصخرت لنا أن المشاريع التي يدار من قبل النساب لغت نسبة حوالي 37% مقابل 29% للريال وهذا دليل واضح على أن المرأة هي أساس في جميع المشاريع التي يمكن أن تنهط بلادنا ترجمة نانسي قنقر